السلام عليكم ورحمة الله متتبعي وصفات أسماء مرحبا بكم في وصفة جديدة وفيديو جديد ودائما مع الوصفات السهلة والاقتصادية سنشارك معكم دوازاتي حلوة رائعة تقدروا تشربوا بها اتاي او لا تشربوا بها قوة رائعة شكلا وما ضاقا ولا ارواح بمكونات بسيطة ومكونات اقتصادية السرع ما يمكن انك يتوجي معلك الا تابعي لفيديو تلاخر وفرجة ممتعة بالنسبة للمكونات سنحتاج هنا 125 جرام الزبدة بحرارة الغرفة ياغورت الكراميل سنحتاج بيسكوي باكية البيسكوي تقريبا فيها 6 حبات فانيلا دقيق سيكون على حسب الخالط بيضة واحدة قبصة الملح خميرة كيميائية واحدة سنحتاج هنا كأس مع مرش الزيت وكأس مع مرش السكر ونحتاج هنا الشعرية ديال الشوكولات او الشوكولات فيرميسيل ندوز هنا باش نوجد الحلوة نوضع هنا السكر مع قبصة ديال الملح ومع الزبدة نخدمهم مزيان مزيان حتى يدخل السكر كامل في الزبدة ونساجم العناصر ومن بعد نضيف الزيت هنا الزيت يعني الكأس ديال العنبا معه مرش كأس إلا ربح يعني كأس معه مرش ونخدم مزيان هاد المكونات حتى ما كيبقى شبالية كذلك الزيت نضيف هنا بيضة واحدة أنا كنضيف المكونات دقة دقة وكذلك كنخلط في نفس الوقت نضيف هنا الياغورت ديال الكاراميل كي يجي رائع في هاد الحلوة نضيف ساشية ديال الفانيلا ونضيف هاد البيسكوي من بعد ما طحنته هنا الباكية ديال البيسكوي ممكن انكم تستعملو هاد صابلة او لا هين ريس اي بيسكوي متوفر عندكم ونضيف هنا الخميرة ديال الحلوة وكذلك الدقيق صدريجيا أنا كنضيف الدقيق بشوية بشوية حتى كنجمع الخالط بالنسبة للعاجين ما خصوش يكون قاسح بزيف باش ما كتجينش الحلوة ناشفة ويلا ما يكونش تاني خفيف بزيف باش ما كتسيحش لنا الحلوة في الفورن كتجي بحل العاجينة ديال الصابلة بحل هاد شكل هادا ومن بعد كنضيف هاد الشعرية ديال الشوكولات وانا كنخلطها هاكا باش كتولي ليا في العاجين كاملة كنضيف شوية مرة مرة وكنزيد نخلط حتى كتولي تباليا العاجين كلها منقطة وهنا من بعد ما خدمت العجينة يعني حاولوا انكم متدلكوا هاش غير جمعوها غناخد العاجين وغادي نكور كويرات بالنسبة للمطابع اي مطبع عندكم ممكن انكم تديروا يعني اي شكل بغيتوا تديروا وإلا بغيتوا تخلوها غير بحل هكا ممكن ولكن انا غنديل لها المطابع يعني غندير جوج اشكال ديال المطبع وغادي نكور بالنسبة لشكل الاول شوية يكون ما كبيرش وكذلك ما يكونش صغير بزيف بالنسبة للشكل الاول غادي نكور كويرات ومن بعد غادي ناخد شوية ديال الدقيق اللي غا نغتص في هاد المطبع وغادي نطبع بالنسبة للاشكال انا اختارت هاد الشكل هادا وهاد المطبع معا فيها ليدي طيب زاف يعني في الزواقة دياله يعني راكي يلسق ولكن انا كل مرة كان وضعه في الضقيق باش ما يلسقش كان حاول اناني نطبعها مزيان بشكل ديال المطبع يترسم فيها حين تملي كتدخل الفران والفران اراني مسخنه مزيان مزيان غا ندخل هاد الطعوة الطيب وغادي نبدأ في الطعوة الثانية كيف ما قلت ليكم ان الشكل مزيان خاصو يتطبع باش يملكا تختامر الحلوة وسط الفرن وكتطلع يعني ما يبقى محافظة للشكل ديالها وبالنسبة للشكل الثاني غادي ندير كويرات صغي ورين وغادي نخليهم هاكا مكورين يعني ما غا نخليهمش شوية مقرسين هنا هاد الشكل كيكون صغير ديال المطبع بالنسبة للشكل الاول كيكون شوية متوسط ولكن هاد الشكل كيخصو الكويرات يكونوا صغار هاد المطابع الاشكال ديالهم زوينين ممكن انكم تصوريهم واللي كيصيب المطابع يصوب لكم بحالهم او تديروا اي مطبع متوفر عندكم وغا ناخد كذلك المطبع الثاني هاد المطبع كيتصيبوا منه بزاف ديال الاشكال انا غادي نطبع كيف مما كتشوفو اعود معاكم احد اخرى وبين مطابع الطاوة الاولى كنوجه التاني الطاوة التانية وكندخلها طيب بالنسبة الكمية اللي اعطيتكم خرجت ليه هجوج صفائح ديال الفرن كيف مما كتشوفو الصافيحة الاولى وهاد الصافيحة التانية هاد هي الكمية اللي خرجت ليه وكان هادا هو الشكل ديالها احتى هي اندخل هالفران بالنسبة للفرن اراها قلت لكم الفران يكون سخن زيان ومن بعد كتنقصوا عليه مني كتدخلوا الحلوى وهادا هو الشكل ها من اللي خرجتها من الفران ما خستهش تحمر بزاف غير الطيب من التحت تحمر كيف مما كتشوفو وكان رجع هالطيب من الفوق وكان هادا هو شكلها من بعد ما خرجها بالنسبة للتزيين ممكن انكم تتعمروها بالمربع اللي كتزيلوا تبخو شوية مع القليكوز او اللي كتعمروها بالشوكولات الابيض او اللي الاسود انا متوفرة عندي شوكولات الاسود غدي نديرو هندير هادا شوكولات في هالتوقوب بالنسبة للتوقوب الى ما بقوش ليكم مزيانين من اللي كي يالله كتدخلوا هالفران هاتقدروا تعاودوا التوقوبوهم مزيان هكا بش يبقى الشكل ديالهم مزيان وغادي نعمرهم ممكن تزيينوهم بالعقيق او اللي تخليهم بحال هاكا سامبل انا غادي نخليهم بحال هاكا وكان هادا هو شكلها من بعد ما زينتها بالشوكولات شوفو كيفاش كتجي رائعة وما نقولش ليكم عن الماداق ديالها يعني الماداق ديال بيسكوي وكذلك ديال الياغور ديال كراميل كتجي روعة صدقوني رائحة ديالهم اللي كتكون طيب كتعطيه واحدة رائحة فنة وهذا هو الشكل الاول كذلك الشكل الثاني خرجت لي كمية كتيرة ما شاء الله وكانت الوصفة ديالي هي هادي اليومة وصفة سهلة اقتصادية الى عجباتكم الوصفة ما تبخلوش لينا باللايكات ديالكم شاركوا الفيديو مع الاحباب والاصدقاء باش تعم الفائدة وزيد تكبر القناة والناس لي اول مرة غتشوف القناة ديالي كنقول لكم مرحبا والف مرحبا شاركوا في القناة وفعلوا الزر ديال جارس للمزيد من الوصفات وهذا هو الشكل ديالها من الداخل شوفو كيفاش كتجي شيشة رطبة والمادق ديالها كذلك روعة وكانت هذه هي وصفتنا اليوم وصفة بسيطة شكرا على المشاهدة وشكرا على الدعم ديالكم الى وصفة قادمة وفيديو قادم بإذن الله اشتركوا في القناة